من جانبه أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني تحسين الأصل أكد أن المواطنين الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة للغاية وقد كشفت الهدن عن كارثة إنسانية تستدعي تحركات جادة لاستمرار وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإضافية والسماح بدعم التواقم الطبية لتقديم العلاج في غزة وقد ظهرت خلال الهدن المأساة الكبيرة التي تحققت بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أو في جنوبه يحاول الفلسطينيون التأقلم مع الواقع الصعب خاصة مع نزوح نحو مليوني مواطن إلى جنوب القطاع كما أن هناك 300 ألف شخص ما زالوا في الشمال